كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الإطاحة بيع صابة حاول تهريب قطع ومسكوكات أثرية ومواد مخدرة داخل الدولة مؤكدا سموه مواصلة الوزارة ملاحقة منثال هؤلاء المجرمين بكل حزم حيث تم ضبط 2001 مسكوكة أثرية تعود إلى عام 262 هجرية و55 مسكوكة يونانية أثرية و8.8 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة